المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين تعتز بشراكتها الناجحة والعلاقات التاريخية التي تجمعها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ المبادرات الأممية نعم جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الإسكان بسعادة السيدة ميمونة أحمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على همش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة وخلال اللقاء استعرض وزير الإسكان جهود من حكومة مملكة البحرين برئاسة سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لتنفيذ الأهداف التنموية والتي وردت في التقرير الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته المملكة للأمم المتحدة مفيدا أن جهود تنفيذ تلك الأهداف تتم بالتنسيق بين العديد من الوزارات ذات الصلة بالمملكة وأضف أن أبرز الجهود الحكومية في هذا الشأن ترتكز على تطوير السياسات الإسكانية والاهتمام من بيانات الحضرية ومقاومات الاستدامة وإنشاء إطار لرصد المناطق الحضرية والإسكان وتدشين مشروع التخضير الحضري فضلا عن تعزيز تصميم الأماكن العامة وتخضير الأماكن العامة مع الشباب من جانبها أشادت سعادة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة شريف بجهود مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والحرص على تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في الوقت المناسب وما يكتسبه هذا التقرير من أهمية باعتباره أداة مرجعية لتنفيذ الأهداف الإنمائية